الفساد المستشري في محافظة صلاح الدين وتصنيفها الأولى فيه دعا رئاسة الوزراء وحسب قانون النزاهة الصادر سنة 2011 إلى تشكيل لجنة تقصي لحقيقة هذا الفساد ما سيساعد المحاكم المختصة بالأفعال الجرمية كالرشوة والاغتلاس وتجاوز الحدود الوظيفية والأضرار بالمال العام كما أكد مختصون بالشأن القانوني في المحافظة هذه المحاكم تكون مختصة في الأفعال الجرمية التي تنطبع على جرائم الرشوة والاختلاس وتجاوز حدود الوظيفة والأضرار بالمال العام لذلك فإن التشكيل اللجان المختصة العليا في محافظة صلاح الدين والمتعلقة بالفساد الإداري وظيفتها مساعدة تلك المحاكم في إنجاز التحقيق والإسراع به لغرض الإحالة إلى محاكم الموضوع وبعد الحديث عن وصول لجنة الفريق أحمد أبرغيف إلى محافظة صلاح الدين وتكليفها من قبل رئيس الوزراء بمهم عملها يتكهن أبناء المحافظة وشيوخها أن تشمل عمليات قبض على أسماء كثيرة عرفت بفسادها دون مجاملة أو محسوبية نحن سيوخ وجهاء محافظة صلاح الدين نطالب الأخ برغيف ولجنته المشكلة لمتابعة ملفات الفساد ونناشده بضرب من يد من حديد لأن الفساد استشرى في محافظة صلاح الدين في كافة القطاعات الخدمية والصحية ونقول له عدم المجاملة عدم المجاملة مهما كانت الشخصية المقابلة لا أعتقد يرتضيها أو يرتضي أي مواطن في هذه المحافظة بأن يكون هذا التلكء الكبير في خدماتها أو في إعمارها نطالب بقوة أن لا يجامل أحد في هذه المحافظة في قضايا الفساد وملفاتها من قبل أي لجنة أو من قبل رئاس الوزراء تعود ابناء محافظة صلاح الدين على سماع أن لجانة تحقيق قد شكلت ولكن لم تسمع أو ترى نتائج ملموسة عن ذلك التحقيق لذا فأن لجنة أبو رغيف ينتظر منها تصحيح المسارات التحقيقية والضرب بيد من حديد على رؤوس الفساد والمفسدين في المحافظة من صلاح الدين في رأس الحسني؟ أتسغير اشتركوا في القناة جزيجات اشتركوا في القناة